الحدودة بتبدأ مع ملك البحار بوسايدن وهو خارج من مية ومشيها ملك بحار يعني المن بيروح يقابل ملك البرق زوس ولو متعصب منه بيتهمه انه هو سرق رمح البرق بتاعه ولكن بوسايدن بيقوله انا متحرش بدافقه واعملها بس ما تنساش انه ما ينفعش نسرق اسرحة بعض يا اخويا يعني في زوس ساعتها بيقوله احنا ما نقدرش نسرق اسرحة بعض ولكن ولادنا يقدر يا معلم ولو ابنك ما رجعش رمح البرق في خلال 14 يوم بوسايدن بعكاب يتعصب وبيقول انت لو لمست ابني انا هاختصبك حرفيا لوس بيقوله يا عم كده يا عم انت فكر نفسك زديب ولا ايه بقولك ايه ابنك لو ما رجعش رمح البرق في خلال 14 يوم اعتبر الحرب بدأت بعد كده بيسيبه وبيخش ببابكو المؤبيض فبيض مايتعرف على بطل قصتنا واللي اسمه بيرسي جاكسون وبيكون حبس نفسه تحت الميا لمدة 7 دقايق وده اللي نخلي صاحبه يستغرب هو زعم كده رجالة بس بيرسي بيقوله انه هو بيحس بامان تحت الميا كأنها بيته بعد كده بيروح مع بعض المدرسة وبيرسي بيكون كاره المدرسة فشخي لانها دوشة وكلها متنمرين افرد جماعة السنوية في امريكا ده غير ان هو مش بيعرف فيها للعصبورة لانه هو مشتت تلقيه عنده ADHD ولا حاجة بدأ مرض العصر ابنك عنده ADHD attention deficit hyper activity disorder انا منايري وانا عندي ADHD انا عندي مرض والمرض اسمه ADHD attention deficit hyper disorder المهم بعد مدرسة بيروح البيت وبيتكلم مع امه وحبتين وبنعرف ان هو عنده فعلا ADHD الله علي والله شكل انا اللي كتب الفيلم ده ولا ما علي لا المهم بيجي كو زمه واللي بيرسي مش بيتيقه ولا نبطيقه برضه وبيخم عليه شوية وبيرجع يكمل نوم تاني يوم بيرسي رايح لحنا مدرسة المتحف للملوك اليونانيين بيسمع صوت غريب بيقول خليك بستعد يا بيرسي كل شيء حيتغير قريب ولما بيبص ورابي لا يا راجل غريب واقف واللي ما بيني وما بينك ده هو ده بوسايدن لو انت مش واخد بالك يعني المهم بيرسي بيطنش وبيخش المتحف عادي جدا اللي منوش بدي يقول ان دول اكبر ثلاث ملوك والثلاثة اخوة الكبير زوس والاوسط بوسايدن والاصغر هيدس الثلاثة تلعبوا لده وغضروا بابوهم العلاقلس وكرونوس واخدوا السلطة منه ومن ساعتها الثلاث ملوك بقوا عدام ولو مش فاهم حاجة بالصحاب اعمل نفسك فاهم وعطيها مش حاوض اشرح بمثلوجيا الورنانية روح شوف ابو اسماعيل ولا حاجة او روح شوف افري شو يعني اي حاجة من دول مش حاوض اشرح على كأنها المهم الملوك دول ساعات بينزلوا الارض ويعابوا سبت حد مع البشر وانت يا اخوي يعني زوس في مرة كده تحول لوزة وعمل سبت حد مع ست كده يعني خليه ساكد المهم اولاد الملوك دول بيبقوا نصف ملوك ونصف بشر وكتب منهم بيبقى اجماء زي هراخله كريتوس وليس اهم عملش برايا انا ابي الفحب بس كريتوس دي من عندي قال لنا وسط الجولة بتيجي المدرسة بتاعت برسي وبتقول له تعالوا معي دلوقش حادا بتزناؤه في قوضة وبتتحويل لوحشSu وبتهجم عليه بتقول له فين الرمح يادي ابن الوحشة قبل ما ترمين من الشباج بيجي صاحبه المرشد وبيقول لها اس بي يا امح عمل فيك الي عمله بوسائد ability تكام بتصيبه وبتغرم من الشباج طبعا أبو الصحاب بيرسي ببقى اللي هو مجد عن إيه اللي أنا شوفته ده المرش الساعية بيقوله دي ريح العقاب كتعايزة منك إيه يا أسطح ولما بيقوله حاجة لها علاقة بالرمح بتاع البرق ده المرش بيقوله هم لأوك لازم نلاقي لك يا أبو الصحاب في مكان أمان يا بيرسي مكان كده اسمه المعسكر وبيدي له ساعية ألم وبيقوله ده سلح قوي حيحميك إن شاء الله وفاكي النفس الجمهوريك ولا إيه بعد كا بيقوله صاحبه وبيديه لأمه وخلي بالك عليه بيرسي بيقى مش هام أي حاجة بس بيروح معاه شكل موضوع خطير يعني في الشقة جزء أمه كان عايز يضربه ولكن صاحبه بيديله على أفاق وبيمشي هو بيرسي وأمه عشان يقلوله المعسكر في السكة كانت أم بيرسي هتقول على أبوه ولكن بيأجن عليهم وحش بقرنين وبيقلب بيهم العربية المهم بيرسي بيعكاب يلاقي صاحبه بيقلع البنطالون فبيقوله انت بتعمل يا عم انت بتطلع ايه يا كابتن ولكن بنعرف ان صاحبه اللي اسمه جروفر نص بني آدم ونص معزة جوفر بعد كا بيقصي أزاس برجله وبيقربوا أمه التلاتة ووراهم البتاع بغرون ده المهم بيوصول على كلم معسكر بين جايح وجروفر وبيرسي بيخشوا المعسكر ولكن أم بيرسي مش بتعرف تعد الحدود لأنها مش هاجينة يعني بيش نص حاجة ونص حاجة لا هي حاجة واحدة بس بعد كده بيجي وحش وبيبخرها قدام بيرسي بيرسي بيحاول ينخذ أمه فبيدوس على الألم اللي مرشد دهوله وبيتحول لسيف طب حيلو والله ده بيهجب بعد كده على الوحش وبيقدر ياخد جزء من قرنه وبيقوم غي يغزه في قلبه وبيموته ومن التعب بيرسي بيغمن عليه بيرسي بعد كا بيفوه بيليه نفسه على سرير في المعسكر قدامه جروفر جروفر بيقوله أنه هو كان فقد الوعد لمدة 3 أيام كاملين بعد كا بيعتزيله أنه هو مقدرش يمنع موت أمه وبيرسي ساعاته بيطلع يتعرف على المعسكر المخصص لناس الهاجينة اللي زي جروفر وزي بيرسي وجروفر ساعاته بيقول لبيرسي أنه هو نص ملك ونص بشري وهنا في المعسكر حيتعلم إزاي يتحكب بقوته وعلى فكرة اللي عندك ده مش اي دي اتش دي لا والله يا عم الصهام لا يا عم أنت معندكش اي دي اتش دي ولا حاجة بس عشان نصك ملك فعقلك متعود على الكتابة اليونية فلما بتشوف الانجليزي بيعد يشكل بقى في باية مينتا وده اللي بيخليك مش عارف تقرى حاجة بيرسي بعكا بيشوف بنت معدية قاعد تتضرب وبيعجب بيها والبنت دي اسمها انابث ودي تبقى بنت اثينة ملكة الحكمة ولما بصت لبيرسي كده دوبت قلبه وقالبي وقالبي المشاهدين اه安كسندرا اه ايه الجمل ده اكها تحني مش حايشين الآنصري معالاش معايش وس sommتعلي المشاهدين مكتkaa شويتي نرجع للمرحة يعني انت بيزن انت فاهم يعني مش فاهمش فاهمين احنا حد الوقت يعني اي حاجة اه يعني انت زل انت فاهم يعني او زي ما توقعت بالصحاب ابو يبقى بوسايدن ملك البحار والمحيطات السابقة كانوا بيقولوا انه من النادر يتولد ابن للملوك التلاتة اللي هما زوس و بوسايدن وهيدس وبرسي ساعتها هيعتبر تهديد لزوس و هيدس لان دلوقتي بوسايدن ما بقاش لوحده وفي الاساس اي تلت اصلا مش طاقين بعض فانت بتخيل يعني كل واحد كان له واحده فدلوقتي كمان معاهم ابن فالي سوتا باشا وكمان زوس متهم بيرسي انه هو سرق رمح البر ولو الرمح مرجعش في خلال عشرة ايام الحرب هتبدأ والجبل بقى حتنفجر بقى والبحار هتغرق الارض والدنيا هتتسوح خاليس فكنه ان ساعت عايز ياخد بيرسي جابر اولمبس والتحديد ده اللي عمينا زوس عشان يقنعه انه هو بديه ولكن قبل ما بيرسي يخرج من المعسكر لازم يتضرب على قوته الجديدة ومن الواضح كده ان فيه شخص عايز يقوم حرب ما بين الترافين ايه شخص ده مين بقى ابو السحاب؟ الله هو اعلم انا الله استماعي عني عمينا دلوقتي المعسكر بيبقى متقسم لفريق احمر وفريق ازرق وبرسي لازم ينضم الفريق منهم بيرسي بعكاب ينضم الفريق الازرق واللي قائده اسمه هيرمس انت اظن عادف هيرمس يعني بديه بعكاب تدريب ما بين الفريق الاحمر والازرق واللي حيوصله للرايا الاول حيكسب الاول اولاد الملك ايريس بيهجموا على بيرسي وهيرمس وهيرمس بيقعد يقتلهم عشان يعطلهم وبيقول لبيرسي يدوره على الرايا بيرسي بعكاب يروح يشرب من البحيرة بيلاقي الرايا في وشه ولسه بيروح عشان ياخدها بيلاقي الامر الجبدان انا بس وشه بتقوله انت فكرها سايبة يا ابنكة ولا ايه وبتقوم جاي معه وراف وشه وايده بالسيف ادي ايدي كمان يا موزة ايدي كمان بيرسي بعكاب يحاوي يصد قدامها ولكنها بتغزق وجامد يعني وبتوقعوا الارض قدام الفريق الاحمر بيرسي ساعتها بيسمع صوت بيقوله روح الناحية التانية من البحيرة وحتيدي قوة ولما بيلمس المياه كل جروحه بتتشافه وبيقوم من تاني زي الفل ولا كأن في اي حاجة المرة دي بينزي الدرب في الفريق الاحمر وكان على وشك قتل انا بس لأ 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 هو هتقتلها لا لسه ولا حيتش سمب عليها دقتين على بعض انا شوية سمب عليها كده حبة حلوين بعكاب موتها ولكن ابو الصحام يعني عشان هي موزة وحبتها وانت حبتها وهو كمانا حبها ومعجب بيها فبيسي بقى بياخد بعكاة الراية غصبا عنها والفريق الازرق والحمد لله بيكسب بالليل في المعسكر بيرسي بيقابل انا بسهو بيتكلمه مع بعض حبتين وباقي لان انا بس اعجبت بيه ولسه هيكمله كلام بيهجم عليهم هيدس بيبدأ ان هو يدمر في المكان عشان عايز بيرسي جاكسون عايز الله حين ام بان الو وبيقول له لو عايز تشوف امك تاني ورجعها لك على قيد الحياة يبقى ترجع لرمح البر ايش تابو الصحام هو هيديس ابو الصحام ماليك العالم الصوفي فممكن يجعل امه حياة تاني السلام عليكم انا بقى حتى ايكا الله بيرسي بيقابل يكون عايز تروح الجحيم عشان يتفاوض مع هيديس ولكن كايرون بيقول له انك لو روحت له من غير رمح البر حيقتلك انت ومك ايه وما كده كده ما يتعم شايف ادني يعني فيحتلب نفسك حسن لك والتزم بالخطة انك تتضرب هنا بعد كده تروح تتفاوض مع زوز باكش دوع بقى الهيدس ولا بقى بالليل بيرسي بيتسحب من المكان عشان يروح لهيدس وكله فارسعيته بيروح وراه وبيقول له والله اجي معاك مش حاسين بك فانا انا ما فاشل تفاوض اجي معاك انا بسبعة كاب تاخد بالها من انهم فبتقول لهم والله انا كمان جاي معاك ومش حاسين بك فى حالك يلا بينا نروح الجحيم يا رجالة ولكنهم مش بيعرفوا احنا هروح الجحيم ازا ما اوزف الكلمة فبيروحوا الواحد صاحبهم اسمه لوك ابوه بيبقى مرسال بتاع الملوك وبيبقى دخل الجحيم كذا مرة يعني كم انه بيمرسال الملوك وكده والمفروض لوك عارف ازاي يغشوا الجحيم لوك بعكا بيديهم درعوا جزمة بالتير وخريطة للعلم السوفلي وبيقول لهم بدخول الجحيم سهل فشخ انما خروجه صعب ادي عارفان دخول الجحيم بازاي يحروجه بس في طريقة تخرجه بيها هيدز بيكون متجوز مالكة اسمها بيرسيفني وحبسها في سجن فى الجحيم بيرسيفني اتبقى زهقانة اغلب الوقت فعملت بابات انتقال قاني تجيب بها زوار بقى يعودوا معها حابتين ويمشوا منها تاني ودي الطريقة اللي بيرسيو جروفر وانا بس هيخشوا الجحيم بيها ويطلعوا من الجحيم منها ايش طيب ايش طيب ايش طيب ايش طيب ايش طيب ايش طيب حمل حاجة وعشان البابات تدفع لازم يروحوا ثلاث اماكن ويلاء وفيهم لقلقات ويكسروها وكل اللقاحة تنقلهم على المكان التاني وهكذا ايش اللي بتروح لمكان اول لقلق وبينفصلوا عشان يدوروا عليها انا بس بتجيلها ست مجنونة وبتقول لها اجري من المكان قبل ما تلاقيكي دي حاولت جزء لتمثال وانا اسبعكة بتروح معاها وكروفر بعد كده بيليه تمثال شبح عمو خرق الناطق فبيقضي يضحك له ايه اللي جابك انا اسطح انت مش ميدوسا قتلتك ولا ايه السانية واحدة ميدوسا قتلتك يا نارس ودو عمي تمثال قدام دلوقتي يا نارس ودو عمي دلوقتي ده ما كان ميدوسا فبيجري بعد كده على ميرسي قبل ما ميدوسا تاخد حقها من ابوه تقتصبه هو فما انت عارف ابوه عمليه معها انابس والست المجنونة بيقبلوا ميدوسا اللي بتكون عارفة ان انابس بنت اثينة ومتكون عايزة تحولها لتمثال لان اثينة لعنتها بعد ما بوسايدن اختصبها وهي اللي حولتها للوحش اللي هي عليه دلوقتي يعرف هزون عارف القصة دي المهم الست المجنوب تضعف من كلام ميدوسا وبتفتح عينيها وزي المتوقع بصصحاب بتتحول لتمثال وقبل بصصحاب متحول انابس هي كمان بتسمع صوت بيرسي تبتجي وراه عشان تقتصبه لان هي عارفة ان هو ابن بوسايدن طب احنا دلوقتي رجالة نختصب بالتأسينة ولا نختصب ابن بوسايدن انا بوسا بيدوسا انا عندي رأي انت توح انت تختصب ابن بوسايدن وسبيل انا بالتأسينة حقوم انا معها بالواجب المهمة بصحاب بعد كده بيدوسا بتعود تلعب على الوقت بيرسي بالكلام وتخوف بالتعبين عشان يفتحني مس الحمد لله بتيجي انابس معربية وبتزقها بيرسي بعكاة بيجي من ظهرها وبيقوم جاي قطع راسها وبتموت والحمد لله بيلاقي باكاة اللقلوقة على الدرية بتاع ميدوسا وبياخدها وبيتجه المكان اللقلوقة التانية ولكن جروفر بيبقى مرهب جدا وحامل بيهم حدثة لو كمل سوء اكتر من كده فبيقرروا يباتوا في فيلد جروفر لحد لما الصبح يترقى وطبعا انتوا لليل بيرسي قاعد يتموحن معها انا بس ولا ايدك والبيت ولا ولا كاعدين حذرتك والله العظيمة سنبا عليها زادة موتها ويبقى ولا انا ولا انت بقى انا حذرتك المهم المشكلة دلوقتي بالصحاب ان جزم بيرسي بني بلغ ان امراته بيرسي مفخودين وقبل ما يختفه بيرسي هاجمه فقد بلاغ ان بيرسي خطفهم وخلع دلوقتي الشرطة بتدور عليهم فبيتحركوا المكان اللقلوقة التانية قبل بوليس يحبسهم المكان ده بالصحاب بقى المتحف اليوناني بيلاوا بعكاة اللقلوقة ولكن المشكلة ان اللقلوقة موجودة والمشكلة كمان ان المكان ما ينسوا بقاحهم مش عرف يتصلكوا وياخدوها دلوقتي فهيستنوا لحد لما المكان يقفل ويمشوا يخشهم بياخدوها واحدة واحدة بالليل بعد لما السياح بيمشوا ايش لدت حرك عشان تاخدوا اللقلوقة ولكنهم بيلوا عمال نظافة بينظفوا المكان مثلا يعني فانا بيستعيتها بتخش عشان تخضرهم لمدة 30 ديئة بس بيستخدم الجزم اللقم بالدهال واللي فيها جنحات عشان يطير بيها بياخدوا اللقلوقة من دماغ اثينا وفعلا بياخدوا اللقلوقة بنجاح ولكن ابو الصحاب بيجو حراس الامن بيقولوله ادينا رمح البر واحنا حنصيبك فحالك فبيرسي ساعيتها بيقول يا دين امي ولاد المثل والتاني وحياة ام اجدعان ما معايا رمح البر ولا معايا اي نيلة يبعدوا عما يتيني بيها رجالة بس حراس الامن بيتجمعوا ويتحاولوا تنين ضخمة بخمس رؤوس اسمه هيدرة المهم ان هو بيهجم على الشيلا والحمر المتهور بيرسي بيينوتو وبيضطيع له الخمس رؤوس انت في كده فاكر نفسك جمد او يعني انا بس بالصحاب بتقولتم على وشها وبتقول له انت لما دهت عراس بيان مبادلها تنين يا ابن الغبية ان احنا دلوقتي عن حالة تنين بعشن رؤوس يا ابن المرأة وهيدرة بيقوم وبيهجم عليهم تاني بالعشن رؤوس بتوعه ولكن على اخر اللحظة جروفر بيستخدم راس مدوسة وبيحول التنين نصلم وكلهم بيهربوا واي خدمة بقى رجالة المتحف جبتلكو تنين جديد عندكم جبتلكو تمثال حلوة هو يعني حطوه عندكم بقى في المتحف المهم بيهربوا بعد كده وعلى الاخبار بنشوف ان فيه اعاصيل بقى وزع عبيب وفيضانات وحاجة خمال يا الدنيا وده بسبب الحرب اللي حتقوم ما بينزوسه وصايدن بسبب رمح البر فاشال لو عكاب تتجه مكان اللقلوة الاخيرة اللي بيبقى في لاس فيجاس بيروحوا للكازينو اللي فيه اللقلوة واللي اسمه لوتس ولكن هما بالصحاب هما تنس الكازينو كده بينسوا هو احنا كنا جايين هنا ليه رجالة وبيقعدوا بقى يسكروا بقى ويعربدوا بقى ويلعبوا يصروا في المكان طول الليل لحد ما بيرس بيسمع صوت بيقوله انت يا ابن الم افتكر انت هنا ليه بس يبعكي بتجول في المكان وبيعرف ان الناس هنا مفقرين نفسهم في سنة 1971 ينهارس ودومنيل يعني هما من سنة 1971 بطلعوش من المكان ده ينهارس وحد بيفتكر بعد كده هو جاي هنا ليه وبيقول احنا جدعان اللقلوة بيروح لجروفر وانابيس عشان يفكرهم بيجروا بعد كده وراء اللي شغالين في المكان لانه بيبقى واعي هو وشلته ومش بتخضر زبقية الناس بيرسوا الشلة بتاعته بياخدوا اللقلوة وبيعرفوا من المكان وبيعرفوا ان هما بقى لهم خمس ايام في المكان اساسا هما ولا بقى دين بالهم وده معناه ان لو ما رجعوش الرمح بتاع البرق ده بكرة الحرب هتبتدي ما بينزوسه بصايدن يا ديني للسودة ايش اللي معكاب توصل لبابة الجحيم وبيخشوها وبيقابلوا شخص جوه بيقولولو عايزين نقابل هيدس يا عم الحاج ولكنهم بيقولوهم ما ينفعش الاحياء يخشوا المكان ده موتوا وتعالوا تانية بدخلكو ولكن بيرسي بياخد بالو ان هو عاجز رشا رشوة يعني فبيدي كام قاعدة عندها بكده كانت معاه والراجل بيوافق ياخدهم لهيدس وهم في السكة بيرسي بيشوف الناس بيتعذبوا في الجحيم وان الملوك عملوا البشر كهيزار يعني وبعد كده بيعذبهم في الجحيم لما يموتوا وحاجات كفر والحد احنا مناش دعوة بيها المهم بيوصلهم بعد كده يا راجل ده القصر هيديس وبيسيبهم اشيالا بتخش القصر وبيقابلوا بيرسيفني اللي بقى مش طائقة هيديس اساسا بس بتاخدهم لي تعالوا انا مش طائقة بيرسي بيقولو والله يا بي انا مش تاري ولا رمح يا برق ولا اعرف ازامت بتاعي بيتعامل ازاي ده اصلا ممكن بس يا اسطح يعني يا عم ورجع لي امي بليز يعني في هيدس ساعته بيضحك عليه بيقولو 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 كيه اسطى ادي رمح البرق ايه ما وضع عم كده بس هتقولي كان يمانده وكان الزلماني يا عم سيبني بقى وديني رمح البرق هيدس بعد كده بيلاقي رمح البرق في الدرع اللي كان لوتم يديه البرسي وفكروا ان هو كسب عليه وقالو ان هو مش معا حاجة فأمر بعد كده بيرسيفني انها تأكلهم للارواح ولكن بيرسيفني بتخدر بيه وبتاخد رمح البرق وبتضربه بيه تخليه يغمن عليه بتدي بعكية رمح البرسي بتقولو اهور من هنا انتو تلاتة من الجحيم وخلعو ولكن المشكلة ان هم معهم تلاتة لقلوات بس هم اربع اشخاص وكل شخص لقلوات بتنقلو يعني دلوقتي هم ما يحتاجين لقلوة زيادة او حد يفضل عاد في الجحيم وكانوا حيبدو ان هم يتخانقوا من يفضل في الجحيم ولكن جروفر بيقولوهم امشوا انتو انا حبضلقاعد مع الولاية اللي اسمها بيرسيفني دي حبيتي انا صراح حتى انا حبيتها الله مش الواحدة كده بيرسي بعد كده هم انابس بيرجعوا للحياة من تاني وبيرسي بيبقى معاه رمح البرق اخيرا بيجيلو بعد كده لقو بيقولو ايواء انا اللي سان رمح البرق وايواء انا اللي خبيت رمح البرق في الدرق عشان يوصل لهيدس ويدمر جبال الوليمبي بقى فاهم ويدمر الوليمبيس وحاجات دي كلها ايواء انا ابن الفي الاخره حاخرك عشان ما اطروحش الحرب لق بعكا بياخد الرمح وبيتير بيرسي بيربس الجزمة اللي بتطيره بيروح وراء عشان يرجع رمح البرق من تاني وبعد يدار بحبتين ثلاثة اربعة خمس ستة بيرسي بيقدر والحمد لله يعمل موجة كبيرة يضرب بيها الواد لق ويهزمه بياخد بعكا رمح البرق وبيروح ما انا بس يقبل زوس واللي بيبقى عملاق فشخ يعني مقارنة بالبشر يعني عمالك بقى او كده بيرسي بعكا بيدي رمح البر وبيوضح له ان لوك هو اللي سرى للرمح مش انا عشان هو كان بتعصم منكم كلكم واستهتركم بالبشر كان عايز هو يحكم القلوم باس مكانكم فالملوك ساعتها بيحسوا على دمهم وزوس بيشكر الواد بيرسي والحرب الحمد لله مش بتبدأ وكله زي الفل انا بس بعكا بتقابل امها اثينا وابو سايدن بيقابل ابنه وبرسي بيطلب من زوس انه هو يطلع جروفر من الجحيم وقبل الخدمة اللي هو عملها واللي هو رجع له الرمح زوس والحمد لله بيوافق بيرسي بعكا بيود عمه بيروح يعيش في المعسكر مع عنا بس وبروفر وبيعيشوا مع بعض في تابات ونبات ولسه اكيدنا خليفه السبيان ونبات ولسه في جزء داني من الفيلم فلو عجبك كله ان شاء الله نعمله قريب جدا وكده بصحابة ده نقولك انه توتا توتا لصة الحدوتا والحمد لله البالتالي بس ما ماتيتش في الملخص ده انا خايف تموت الملخص الجائع بس الحمد لله حد ده لسه كويسا ، وهنا Euch bosses 1967 لكن اقوم بس نبات القناة، كلمش، سبسكرايب كان كلمش، لا ن��터 بيروس Aحدود ده وسهرين اسيق ده وانت فولو زياد محمدا لك للي كان الليifikات من هذا اللام وتخش from Schott ت guyt وحط لقنات بتاحسروتا Docte gaming فقت اميق في تابات درافة سبسكرايب وهتلاقي القناة بتاع سبسكرايب وهتلاقي قناة م whoseن تعburn قناة م sweet with Laведнибудь فبرضو تعاميلها سبسكرايب وانت ماشي كده حتلاقي ال vierطانiu who made cheese and the captioning where وباوردوها من سبسكيب وانتقعد ويبس كده جدا سلام عليكم